ومرحبا بكم معنا اليوم في هذه الندوة الهامة التي تدور حول ندوة قادة قطع الأمن الناشئين تحت موضوع القيادة في أوقات الريبة اسمي السيد لوكا بيوندي وأنا العميد الأكاديمي في مركز إفريقيا وأنا عميد أدير البرامج الأكاديمية لمركز إفريقيا وأنا أقود هذه الندوة التي تدور حول ندوة قادة قطع الأمن الناشئين القيادة في أوقات الريبة وهذه الحصة هي سوف تتطرق إلى الاستفادة من الشركات في الاستجابة للتحديات الأمنية الغير المتوقعة قبل أن نبدأ مناقشتنا اليوم مع المحاضرين حول موضوع الاستفادة من الشركات في الاستجابة لتحديات الأمنية غير المتوقعة سوف أشارككم أيها السادة وسيدات النقاط أو الدروس التي استفدناها من حصة الثالثة التي كانت تدور حول الاستجابة للتحديات الأمنية والأزمات الغير المتوقعة وكيف سبب نجاح بعض القادة في الاستجابة الفعالية لبيئات الأمنية والمتقلبة وغير المتأكدة وأيضاً مشاركة الدروس المستفادة من استجابات القادة السابقة للتحديات الأمنية أيضاً واحدة من الدروس التي استفدناها من جلسة المناقشات هي خاصة خلال جلسة المناقشات هي أن استراتيجية الأمن القومي هي أداد هامة للقيادة التكيفية فالمسار لتفعيل وإذا كان مسار تفعيل استراتيجية الأمن القومي مسار مدمج وشامل فإنه سوف يساعد إلى خمس المبادئ التي ذكرناها بالنسبة للقيادة التكيفية فإستراتيجية الأمن القومي في هذه الحالة هي أداد هامة وأساسية هذه هي الدروس التي استفدناها من الحصة السابقة واحدة من مبادئ القيادة التكيفية هي أن نتأكد من أن هناك تكيف أو تكيف جيد فإستراتيجية الأمن القومي هي أساسية وهي دائماً تبدأ دائماً بتخصيص ودائماً فيها تكيف للفرص والتهديدات وهي تتكيف مع الظروف من أجل أن تصبح آداد هامة وميكانيزم وآلية أساسية للتأهب والتحضير للأزمات المتوقعة المبدأ الثاني الذي هو مرتبط باستراتيجية الأمن القومي هو طبعاً هو التأكد من أن المصار استراتيجية تطوير استراتيجية الأمن القومي هو كأداة تغيير وهو يختبر كل أدوات الأساسية التي يمكن أن تساعد على التخطيط وعلى طبعاً التعبير من أجل تلبية أساسية وناجعة المبدأ الثالث للتكيف القيادة هي طبعاً قرار صائب وإتخاذ قرار صائب فالمسار الشامل لإستراتيجية تطوير استراتيجية الأمن القومي هو يعطي ويمنح فرص من أجل تغيير كل المسارات وأن يعطي استجابة ناجعة لكل التهديدات والتحديات الأمنية وهو مصار يعطي انفتاح ويعطي هيكلة ناجحة من أجل تفعيل مستقبلي ناجح طبعاً المبدأ هو الارتكاز على الشمولية وعلى المساءلة طبعاً وأيضاً تشارك أو مشاركة فعالة في إطار هذه السياسة وهذا سوف يلبي كل الأهداف الأساسية في القطاع الأمني عبر الاعتراف بالأخطاء كأذات أو كفرص للتعلم وآخر مبدأ في إطار استراتيجية الأمن القومي هو تحفيز الحركة التشاركية مع مشاركة تصور استراتيجية أمن القومي ومشاركة طبعاً وتقييم كل التهديدات والتحديات وتوزيع الموارد وتخصيص الموارد تنسيق ومشاركة فعالة فاستراتيجية الأمن القومي هي أداة أساسية وتصبح ويمكنها أن تخلق أرضية أساسية من أجل حركة تشاركية ناجحة وآخر درس استفدناه هو تفعيل استراتيجية الأمن القومي فطبعاً إذا كانت هناك سياسات هناك كثير من السياسات التي لا تفعل ولا تطبق ليس فقط في القرى الإفريقية ولكن في أماكن أخرى فواحدة من الأسس الأساسية لإحترام هذه استراتيجية الأمن القومي هي طبعاً الاعتماد على مشاركة وإدماج المواطنين في المسار التحضير أو طبعاً لبعض الأزمات أو تهديدات الغير المتوقعة والتركيز على استثمار في المواطنين من أجل الاحتفاظ أو التغيير والتحفيز للأزمات وطبعاً آخر مبدأ هو تطوير الموارد البشرية فإذا كانت الموارد البشرية وكانت المواطنين محفزين فهذه هو أساس أو شيء أساسي من أجل التحضير لإستراتيجية أمن القومي وهذا ما حصل في إطار الجائحة جائحة كوفيد-19 فعندما نتكلم عن الموارد فيجب أن نتكلم أيضاً عن تحفيز أو فعالية الشركات عن فعالية الموارد الأساسية لأنها جزء من طبعاً استراتيجية الأمن القومي فهذا يعطي توجيه ويعطي استثمار وتحضير لتحديات طبعاً مستقبلية المساءلة عندما تكون هناك مسار يتميز بالشفافية فهذا يصبح جزء لا يتجزأ من استراتيجية الأمن القومي الجائحة أكدت على أنه إذا كان هناك شمولية وشفافية في المسار فسوف يكون تكون النتيجة إيجابية وسنحصد ثمار الجهود آخر التواصل آخر مبدأ إلى جانب المساءلة هناك التواصل فإذا كان هناك تواصل ناجح وفعال بين المواطنين خلال الجائحة فالوصول إلى النتيجة يكون أسهل وتكون المواجهة للتحديات والأزمات أحسن وأسهل لأن هذا يعطينا يعزز من ثقة مستوى ثقة المواطنين فهذه هي الدروس التي استفدناها من الحصة من الجلسة الثالثة هذه الجلسة الرابعة تدور حول الاستفادة من الشركات في الاستجابة للتحديات الأمنية الغير المتوقعة في وقت الريبة اسمحوا لي أيها السادة والسيدات من أجل أن أقدم طبعا السيدة كيت التي سوف تسهل هذه الجلسة السيدة كنوف هي لها مديرة مركز إفريقيا لدراسة الاستراتيجية هي سوف تقدم المحاضرين وسوف تسهل أيضا هذه الجلسة سوف أعطيكم فقط نظرة موجزة عن سيرتها الداتية السيدة طبعا كيت كنوف هي مديرة مركز إفريقيا الدراسات الاستراتيجية فأمضت السيدة كنوف معظم حياتها المهنية على التركيز على تقاطع الأمن والتنمية في إفريقيا من عام 2001 إلى 2009 فشغلت العديد من المناصب العليا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بما في ذلك منصب مساعدة إدارية لإفريقيا ومديرة بعثات كثيرة السيدة كنوف هي حاصلة على ماجستير طبعا أقول في درجة البكالويس في العلاقات الدولية من جامعة جونز هوبكنز ودكتورة في شكرا سيد لوكا دكتور لوكا ولإعطاء الكلمة ولتقديم الدروس المستفادة من الحصص السابقة للجلسة الثالثة فهذا نحن نتحدث اليوم عن قطاع الأمن وعن ندوى حول قطاع الأمن النشئ القيادة في أوقات الريبة فاليوم سوف طبعا تحدثنا عن نجاح بعض القادة في الاستجابة بفعالية لبيئات الأمنية المتقلبة والغير المؤكدة وأيضا نود أن نركز عن أهمية الشراكات الشراكات والعمل الجماعي في حشد وتنسيق الاستجابات للتحديات والأزمات الأمنية الغير المتوقعة نعرف أنه في هذه الأوقات نحتاج إلى أكثر شراكات شراكات داخل طبعا على مستويات عديدة داخل القرى على مستوى القرى وأيضا نحتاج إلى بعض المشاركات مع المعاهد والمؤسسات الدولية فلقد قدمت كثير من الدروس المستفادة من الحصص السابقة الدروس التي استفدناها في إطار الجائحة وأيضا سوف نتكلم أيضا عن بعض الشراكات التي استفدناها من فيروس إيبولا مثل الارتفاع المتسارع في التطرف العنيف والجريمة المنظمة عبر الحدود وتغيير المناخل وأكثر كذلك وسوف إذن الشراكات هي مهمة جدا لتحسين آليات فكيف يمكننا أن نستفيد من هذه الشراكات وتحسين آليات تنسيق المساعدات للإسجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الغير المتوقعة سوف تحصل لنا الفرصة لكي نتحدث عن ذلك كيف يمكننا مناقشة سبب نجاح بعض البلدان والمناطق أكثر من غيرها في تعزيز شراكات والمساعدات الخارجية للتخفيف من هذه التحديات المعقدة في الأسبوع الماضي تكلمنا عن تطوير استراتيجية الأمن القومي والنهج الذي يمكن تتبعه للوصول إلى نتيجة المتوخرة اليوم معنا لدينا محاضرين محترمين ومحنكين في مجالهم لدينا سعادة السفيرة فاطمة كياري محمد هي المراقبة الدائمة للإتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة وبالإضافة إلى المهام التمثيلية التي يشمل عما هو إقامة علاقات مؤسسية وبناء ومثمرة بين الاتحاد الإفريقي ومؤسسات الأمم المتحدة والحفاظ عليها وهي تدعم وتنسق أنشطة المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة بالإضافة إلى التأكد من الرصد الفعال لقرارات الاتحاد الإفريقي وتنفيذها وتعزيزها في إطار المجموعة الإفريقية في المفاوضات المتعددة الأطرف وقبل تعيينها عملت كمستشارة أقد قديمة للمفاوضية المجموعة الاقتصادية لدول غير بإفريقيا تمتد حياتها المهنية لأكثر من عقدين من الزمن مع تركيز على السلام والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكامل الإقليمي والتطوير التنظيمي وإدارة المشاريع في القطاعين العام والخاص لقد درست سعادة السفيرة السلام والأمن والتنمية وتحويل الصراع والإدارة والمسؤولة والتنمية والاقتصادية المستدامة في جامعة الأمم المتحدة فهي طبعا حاصلة على شهادة التصميم البيئي من جامعة بيلوزاريا في نيجيريا وخريجة المجلس العربي في العلوم الاجتماعية إلى جانبها سوف يكون معنا سعادة السفير فيليب كارثر الثالث وهو رئيس مجموعة ميدهيل وهي خدمة استشارية تنفيذية دولية للأفراد والمنظمات العاملة في السوق العالمية للأفكار والأسواق والفرص وخاصة في العالم النامي ولقد كان طبعا نائب ألمانيا أفريكوم كان قائد الارتباط العسكري المدني للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا ولقد كان قبل ذلك سفير في ساحل العاج ولقد كان طبعا في مدى هشقر شغل في أيضا منصب كان شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى جمهورية غينيا ولقد كان مدير شؤون غرب إفريقيا ونائب مدير مكتب شؤون شرق إفريقيا في وزارة الخارجية الأمريكية لقد له غنى من الأفكار ولديه تجربة واسعة في مجال القيادة وطبعا عملك في كثير من المجالات فشكرا جزيلا سعادة السفير لحضورك معنا في هذه الجلسة سوف نبدأ بسعادة السفير فيليب كارتر والسيدة سعادة السفير فاطمة هي الآن مشغولة قليلا فسوف نبدأ وسوف تحصل لها الفرصة للكلمة نبدأ بك سعادة السفير فيليب كارتر لقد مضينا كثير من الوقت بالتحدث ومعالجة حول نجاعة وإمكانية النجاح في قطع الأمن والتطرق إلى تحديات وتهديدات الأمنية فخلال هذا البرنامج نحن نتكلم عن بعض الأزمات المتوقعة وكيف يمكن التأهب وتعبير وتكيف المسألة فطبعا تحدثنا عن كثير من التحديات تحديات الأمنية خاصة مثل التحديات التي وجهناها خطار خلال الجائحة فطبعا سعادة السفير من منظورك الخاص ومن تجربتك الطويلة في نظرك ما الذي يجعل مساعدة القطاع الأمنية والتي ما الذي يساهم في نجاح بعد القدف الاستجاب بفعالية للبيئات الأمنية المتقلبة والغير المتأكدة أنا أعرف أنه هناك كثير من الأفكار التي يمكن أن نعبر عنها في هذا المجال ما هي التحديات التي رأيتها أنت في الحكومات ومع شركائنا الكثيرين في الحكومة الأمريكية وما هي السبل لعلاجها؟ شكرا مرحبا جميعا صباح الخير ومساء الخير أينما كنتم وكيت شكرا على هذا السؤال البسيط العميق أعتقد شخصيا أن هناك رابط مباشر ما بين أنه كيف يمكن أو طبيعة الحكومة الأفريقية والتحديات التي تواجههم ما أقصده من هذا المعادلة هي وكأنه حكومة لديها وضوح استراتيجي للتعامل مع التحديات الأمنية بقارة بالحكومات التي ليست لديها أي منظر ولا مخطط بدون استراتيجية فالمساعدة عادة يمليها المانح وأعتقد أيضا أن يكون لديك استراتيجية هذا ليس كافي هي جودة استراتيجية مادتها والتي هي مثلا كل ما تكون أوسع فيها شراكات أكثر وفيها منظور زمني أطول تكون جودتها أحسن عادة وقدرتهم على تطبيق واستلام أي نوع من المساعدات أيضا لها جانب عادة هناك تأخر زمني بين الطلب والاستلام الفعلي فكل مانح لديه تحديات الغازة فولادة المتحدة أمريكية تأخذ وقتا طويلا كي توصل للمواد والتدريبات والمساعدات لأي نوع من الشركاء وكل ما تكون الطلب أعقد تكون التأخير أطول عادة أتذكر في حالات معينة في أفريكوم حيث أتتنا طلب من حكومة لمروحيات وأخذتنا حوالي سنتين ونصف لجلب المروحيات وتسليمها إلى الحكومة مع التدريبات الكافية والبيئة الأمنية تغيرت في ضمن سنتين ونصف فهل كانت المروحيات مناسبة في لحظة استلامها؟ نأمل إنها كانت لكن الظروف تغيرت في ضمن سنتين ونصف يجب أن تكون هذه الطلبات أن يكون فيها عمق زمني حيث المفاهيم أن تكون مؤثرة فعليك أن تتذكر هذا دائما بأن المساعدات قد تأخذ أشهر وسنوات مرات فبما معناه يجب أن تكون استراتيجية فيها جانب زمني مستقبلي في التصميم وعليك أن تفكر في هذا التفاصيل ففي الأقود الماضية مثلاً أنا من تجربتي الشخصية طبعاً في العشرات السنوات الأخيرة المساعدات الأمنية هي دائماً هي من أجل يعني لم تكن مساعداتنا في إفريقيا فعالة بالقدر الكافي لا أقول إنها كانت سيئة لكن كان من الأحسن كان ممكن أن تكون أحسن وهناك كان نسبة من الهدر في المواد التدريبات والمصادر وكان في أيضاً نقص في الاستدامة في البرامج وقضية الاستدامة هي إنه مثلاً كيف ستستعمل وستستغل الكثير من هذه الأشياء حالياً ومستقبلياً وكيف تدمج طبايع هذه المزايا وعندما تنظر إلى مضوء الأزمة المستمرة في مدقة الساحل فمساعدات كثيرة وحتى دعم عسكري مباشر لكن التهديد أسوأ اليوم مما كان عليه في الماضي فهل يمكن أن تقول إن المساعدة هذا فعال أم جيد وهل الاستراتيجيات تستعمل بشكل جيد أم لا أو هم فقط يقومون بتكرار عادتهم في الماضي حتى مع المساعدات فنحن لا نركز إلى النظر في أحسن السبل لعلاجها وعندما تعيد ما تفعله في الماضي فهذا مشكلة ولا تحل المشكلة لأنه في النهاية المساعدة لا تساعد على حل المشكلة وإنما هي جانب من عوامل دعم الحكومة الأفريقية لحلها فعلينا أن ننظر إليها كمثال ولا أتصور أنها ستتحسن أعتقد التنافس الحالي ما بين الغرب والصين وآسيا وأفريقيا هذه عبارة عن صيغة جديدة لحرب باردة على الساحة في تلك القارة مثل ما كان في الماضي مع الاتحاد السوفيتي وأعتقد أنه من المركز الأفريقي أن الروسيا والصين الآن من أكبر المزودين بالأسلحة للقارة الأفريقية والأسلحة بحد ذاتها لا تعني أن المساعدات العسكرية مضمونة كلا لكن كلا البلدين أيضا يعملون أكثر في نشاطات السلام وحل السلام لكن هذا لا تحل المشاكل أيضا فهم هناك يستعملونها كغطاء لاستعمال أسلحة جديدة مثلا أو لتوسيع نفوذهم في المنطقة والظروف الموجودة حاليا في الساحة هي عبارة عن فقط غاية لتحقيق أهدافهم الخارجية وهذا يجب أن نأخذ في النظر الاعتبار والأمن الأفريقي حاليا كل سنة تتعقد أكثر وأكثر أضف إليها موضوع الجرائم الدولية البيئة والمناخ ولا يمكن أن أتصور أي وضع أعقد وأخطر مما موجود الآن في مالي مثلا مع كل اللاعبين على الساحة من أمريكا والأمم المتحدة فحل السلام لن تختفي وتهديدات الأرهابيين لن تختفي مع كل هذه المتحديات الدولية ستجعل هذه القضايا التي جاء بالبشر الأوبئة الأمراض والجرائم والتسابق في الفضاء والتكنولوجيات السريعة الظاهرة على الساحة أن تكون فيها تحديات أكثر وبهذا الحكومات يجب أن تدرس الحكومات بشكل أعمق مثل ما قال لوكا مثلا الموارد البشرية تخطيط الأكثر والشفافية الأكثر كل هذه العوامل هي ضرورية لعندما حكومة ما مثلا تذهب وتدق أبواب المانحين لن تحصل على شيء لا تطلبه لكن عندما تطلب شيء يجب أن يكون وراءها فكرة وأمق وأن تكون موضحة بشكل لغوي جيد لماذا تطلب هذا الشيء نعم سنعود إلى تلك النقطة وأود أيضا أن أغوص بشكل أعمق في القضايا المساعدة الأمنية فعادة بالنسبة للشركاء الخارجيين هذا جانب مهم ذكرت مثلا أشياء ملموسة مواد مواد مثلا مروحيات ذكرت في أحد الأمثلة لكن هناك مساعدات أخرى كثيرة من ناحية تنمية القدرات المنظمات والهيئات لو تعطينانا فكرة من خبرتك حيثما رأيت مثلة لشركاء كثيرين عندما يدخلونا إلى الجانب الأمني وأشكال ما أخذته فمثلا ماذا يجب أن نفعل كي نكون مبدعين أكثر في نحن كون شركاء خارجيين سؤال ممتاز يمكن أن نأخذ نموذج من تاريخ أمريكا بالنسبة للتدريبات وحل السلام مثلا كل واحد من الهيئات الموجودة الحامية للسلام في المنطقة مدربة من قبل القوات الأمريكية في وقتين أو آخر ولو نظرنا إلى القدرات في الساحة الأفريقية قبل 15 عام مثلا وما ننظر إلىه الآن تخدمت بشكل كبير الأفريق الآن ذات قدرات عندهم قدرة أكثر ولهم الآن موجودين في العالم فيمنحون بقواتهم في الصحات الكرة الأرضية كلها عن طريق الأمم المتحدة لكن أنظر إلى التدريب كان تركيزها على الأشياء المسلمة ليست العدة والمواد هذه آخر شيئهم هنا التدريب الأهم هي البيئة التدريبية والصيغية لتنمية الفرد مثلا تريد أن تتلقى مثلا أنت مساعدة كي تتأكد بأن الجيشك قادر على حماية نفسها وعلاج المشاكل الأمنية في البلد ومع ذلك لكن إذا 90% من الميزانية تذهب فقط إلى الرواتب فما عندك أي قدرة أو مجال للتدريبات الجيدة والبناء الاستدامي لكافة العدل التي لديك وما يجب أن نفعله أولا هي أن المؤسسات أو جانب المؤسسات يجب أن تراجع مثلا أن يكون في وزارة الدفاع قادرة على إدارة المصادرها بشكل أحكم وشفاف كي يعرفوا الشعب والقيادة كيف تصرف المال يجب أن يكون لديك جيش لديها نظام لإدارة الموارد البشرية فمثلا أحد التحديات في أفريقيا هي أنها ثقيلة ثقيلة من ناحية المستوى الأعلى للضباط الكبار فلديهم عقود مثلا ما زالوا في نفس الرتبة وهذا شيء سيء وأعتقد أيضا أن الجيش الأفريقي يجب أن يحاولوا أن يقووا من الضباط الغير مفوضين من المراتب لأنهم هم الذين يقومون بالأشياء اليومية في إدارة العسكر والأفراد والتخطيط الميداني فتدريبات المصادر البشرية من هذا الجهل مهم جدا وتدريبات التقنية أيضا مهم حتى الميزانية الإدارة المواد البشرية لا أقصد مثلا كيفية صيانة الدبابة هذا لاحقا لكن الذي يدرب والفني الذي يراعي الآليات يجب أن يغذى راتب سكن كل هذه الأشياء وهذا مهم بالنسبة لأي منظومة أمنية فهذا أساسي طبعا يمكن أن أقول في بعض الحالات مثلا أنه تعاملت في الماضي مع طلبات لمواد وعدة يعني لم تولد الثقة التي كنا نريده في أحد الحالات أحد قادة الجيش كان يطلب بعدة لم تخترع بعد كان عبارة عن أشياء خيالية ودائما يخطر على بالك أنه يجب أن ننظر إلى شيء أقرب إلى الحقيقة أن لا تكون طلبات خيالية أيضا الحكومة التي تركز على التعريف الجامد لقضايا الأمنية شرطة والأمن ولكن لا تنظر إلى التعريف الأوسع للأمن مثلا الشركاء كافة فتخطيطهم لاستراتيجيات عادة تكون أضيق وغير مستدامة وفيها مشاركات أقل من قبل الشعب فالتنافس للمساعدات الخارجية جامدة وستكون أصعب من ناحية الحصول على مانح لأنه في تنافسات كثيرة فكلما تكون استراتيجية أشمل وأوسع في تنمية دولة ما مثلا أن تكون ضمن كافة أبعاد مجتمعها تكون أحسن عندما كنت في أفريكام وكنت سفير في الخارجية كان فقط بعضا من الطلبات تأتي من وزارة الدفاع حادثا وما كان في تأتي طلب واسع تأتي من وزارات متعددة من بلد ما وكنا نشك بالفعالية إذا كان فقط نافذتها المنظورية عسكرية فقط فنرى عندما كانت تأتي طلب شامل تشمل جانب كثيرة اجتماعية كان هذه هي المقياس إذا كان فيها مثلا شركة أكثر فالدولة تلك الدولة تحصل على مساعدات سريعة الذين افتقروا إلى هذا الجانب الشراكات الأوسع لم يحصلوا هذا جيد ويأخذنا إلى سؤال كيف نحسن ما بين الطالبين والمانحين أمريكا أو روسيا أو الصين كجهات مانحة ضخمة لنأتي من وجهات نظرنا وخبراتنا ومصالحنا الخاصة ولدينا تحليلاتنا الخاصة لكن ما يهم وما أسمعه منك أن البلد نفسه يجب أن تقوم بتحاليلها الخاصة وفهمها وهذا شيء طبعا مهم يعني عبر قنوات كثيرة هل هذا شيء فقط يمارسه البلدان المستقرة في القارة الأفريقية التي فيها إدارة جيدة أو هل هذا ممكن من قبل حتى للدول التي تواجهها مشاكل كثيرة أن تقوم بهذا النوع من التفكير العميق أي بلدان ما زالوا كانوا أي بلدان ما زالوا يعني يعانون حتى من ناحية المارضة البشرية فما الحل لهم فما الحل لهم تحديد هذه الأولويات تحتاج إلى حوار وطني واسع فمثلا بزارة واحدة في بلد ما لا يمكنها أن تحل كافة الإجراءات الأمنية فيجب أن يكون فيها أطراف متعددة على الطاولة في ضمن البلد تناقش المشكلة وتتفاحص المشكلة وأن يقوموا بها بصدق أن لا يفعلوها وأن ينظروا إلى الموارد والفجوات وحتى أن يفهموا نقاط ضعفهم فمثلا بلد تواجه تحديات أمنية فالاعتراف بالنقص من أهم الخطوات وكيفية إدارتهم لهذه المصادر والموارد الموجودة والناقصة مهمة جدا وأيضا إذا كان عندك مشكلة تظهر كل عشر سنوات فيجب أن تعرف أن الحل التي ابتكرتها في الماضي لا تحل المشكلة فالرجوع إلى الوراء والمنظور الأوسع مهم جدا لكن هذا بحد ذاتها هي نوع من المساعدة المحتاجة لبلد ما فالحكومة تقول مثلا نحن نحتاج إلى تخطيط أو نجهل هذا الشيء عليهم أن يكونوا متواضعين أيضا من جانبهم فأيضا حتى المانح دول المانحة أن لا تغير على خصوصية وملكية هذه الفكرة والمشكلة إنه البلدان المانحة لا تتحاور مع بعضها البعض كل واحد يغير على رقعته وزاويته التنفسية وأيضا المانحين عليهم أن يزغوا إلى بعضهم البعض كدول المانحة كي لا يتنافسوا ولا يهدروا الطاقة وأن يسمعوا الشرك الأفريقي أكثر أي بشكل أوسع إذا فقط يتحاورون مع وزارة الدفاع أو الخارجية أو لجنة خاصة مع الرئيس تلك البلد الذين هم فقط متأثري من القضية الأمنية فلا يحصلون على جس واضح للنبض المشكلة وشيء آخر عليك أيضا أن تواجه العيوزات المؤسساتية الموجودة مثلا لما كنا في أفريقيا حالة إيبولا متفشية في منطقة في سيرليون وغيني وهذا كان في شهر 12 أعتقد كان 2012 نسيت السنة وفي أفريقا بدأنا نسأل يعني إيبولا غير موجودة في المنطقة الغربية رأيناها في وسط أفريقيا وشرق أفريقيا لكن نسأل في الغرب ماذا بالنسبة لهذا فرأيتها كمشكلة بصراحة والاستعمال المنظمة الصحية العالمية لنبوذجهم التي تكروها حول التفشي الإيبولا في الأفريقيا بوسطى قالوا كلا كلا قمنا بعادة تكرار السؤال لعدم وضوح النداء لمدة أشهر كثيرة وانتشرت المراض بدرجة حيث كان على الجيش الأمريكي التدخل لإحتواء الوضع وتوفير التدريبات لحل تلك المشكلة كان في دروس قوية تعلمناها كثيرا ما تتعلم من الفشل أكثر من النجاح وتعلمناها من هذا الحدث وهذا ساعدنا كثيرا على وضع أرضية قوية خاصة في موضوع التطعيم ضد الإيبولا لكن نكون مستجمين بشكل أحسن وأسرع للكوفيد فالكوفيد تحدياته أكثر ومختلفة وهناك أشياء يجب حلها خاصة ما بين البلدان الجي سابن لكن هذا ما يجب أن نفعله فالكل يعاني من أزمة فهناك بعض الأزمات سلسلة الأزمات التي يمكن أن نعاني فيها ولكن لا يجب أن نركز على الأزمة اليوم وأن نركز على المساعدات التي قد تصل إلينا فيجب دائما أن تكون لدينا نظرة استجرافية واستقبالية واستباقي وأن ننظر إلى المستقبل أن نترقب ما قد يحصل فهناك تكتيكات طبعا عسكرية وتكتيكات صحية فعندما ننظر مثلا إلى التطرف العنيف في الساحل فكثير ليست هناك حلول عسكرية بمعنى الكلمة ولكن فهناك حكامة هناك يجب أن ننظر أيضا إلى تزويد طبعا سند إداري التدريب وفرص للشباب وطبعا فهذه ليست حلول عسكرية يجب أن نركز على استراتيجيات شاملة على استراتيجيات وتكتيكات العسكرية فيجب أن نفكر بتطوير قدرات قدرات لتطوير استراتيجيات ناجعة وفي آخر المطاف أود أن أقول أنه فالمساعدات وقرارات بخصوص المساعدات يجب أن تأتي من الدخل من الجهة الإفريقية ليس فقط من الجهات المانحة فيجب أن يكون تنسيق وتحاور ومشاورات بين الحكومة وبين المواطنين أيضا لتحقيق ناجعة في المسار سيدي فعادة أسفين لقد عالجت كثير من الجهات الأساسية والخصائص الأساسية للقيادة التكيفية لقد تحدثت عن مبدأ مهم جدا ومبدأ التعبير التأهب أيضا وأيضا تحدثت عن أيضا التكيف وأيضا عن مسائل ومبادئ أساسية التأهب التعبير التكيف التي هي خصائص أساسية للقيادة التكيفية والتي تساعد للتأهب طبعا للأزمات أيضا ذكرت مبدأ مهمها مبدأ المسائلة إذن التأهب التعبير التكيف والمسائلة فيجب العمل والمشاورة ويجب أن يكون هناك تنسيق للوصول إلى الأهداف الأمنية سوف نرجع إليك سعادة السفير والآن سوف أدير انتباهي إلى سعادة السفيرة فاطمة كياري محمد شكرا جزيلا للانضمام إلينا وإلى تقديم منظورك ومنظورك الغني شكرا جزيلا السيدة سعادة السفيرة محمد شكرا جزيلا فعندما تنظرين إلى المستقبل إلى القارة الإفريقية وضمن كل التهديدات والتحديات التي تعاني منها القارة هل يمكن أن تحدثين عن سبب نجاح بعد القادة في الإسجاب الفعالية للبيئات الأمنية المتقلبة وما هي تحديات الفرص التي يمكن أن نقدمها وكيف ترين العشر العقد القادم العقد القادم من الزمن شكرا جزيلا سيدة كيت إنه لمن دواعي سروري أن أكون متواجدة معكم اليوم في هذه الحصة الصباحية أشكركم جزيلا الشكر لهذه الفرصة ولإعطاء الفرصة لمشاركة بعض أفكاري ومنظوري عن هذا الموضوع الهام لأن هذا الموضوع هذه المنصة منصة هامة وشكرا جزيلا لإعطاء الفرصة لتكلم عن هذا الموضوع الهام هذا مهم بالنسبة للإتحاد الأوروبي موضوع الأمن موضوع الأمن له أهمية خاصة يجب أن نعترف بأن هذا مهم بالنسبة للأعضاء وليس فقط للأعضاء ولكن على المستوى العام لأنه من المهم أن نصل جميعا إلى حلول حلول على مستوى القارة إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم هذه الحصة أشارك منظوري مع سعادة أستفير فيليب كارتر شكرا جزيلا لمنظورك سيدي هذا الصباح شكرا لتواجدي هنا فأنا أخاطب كل المشاركين شكرا لتواجدكم معنا فأنا أبهرت بقائمة المشاركين المتواجدين معنا إنه فرصة أيضا بالنسبة للتعلم ولمشاركة ومناقشة هذه الأفكار المهمة بخصوص هذا الموضوع الأساسي فلأجيب على سؤالك مباشرة سيدة كيت أودت أن ربما أبدأ من منظور الذي له علاقة بالفرصة الفرصة لتصدي بعض التحديات الأمنية خاصة خلال عشر سنوات الأخيرة لأننا نعرف في الجزء الأساسي ما هي التحديات وهذه التحديات بقيت كما هي كما ذكرت سيدتي ذكرت تحدي التغيير المناخي ذكرت تحدي المتعلق بالجائحة وأيضا التحدي المتعلق بمستوى الفقر الذي هو تحدي كبير أظن أن كثير من هذه التحديات ستبقى كما هي أو قد تسوء مع الوقت تصبح أسوأ مع الوقت أو ربما قد تتقلص أو ربما تحل حسب إدارتنا لهذه التحديات بخصوص الإرهاب مشكلة الإرهاب أود أن أقول أن هذه الأزمة هي تبقى أزمة أساسية في إطار المشهد الأمني في القرى الإفريقية ليس فقط في القرى الإفريقية على المستوى العالمي فأنتم تعرفون أن أزمة الإرهاب ليست لها حدود فكل المنظور يجب فالمنظور بحسب تعريف الإرهاب ومهم جدا في إفريقيا لقد رأينا تصاعد تصاعد في الهجمات الإرهابية ورجعا توسع لكثير من طبعا مجموعة الإرهابيين فأصبحت هذه الأزمة واحدة من الأزمات الأساسية التي تقف دون تحقيق الأمن والتطور في داخل القرى فهي أزمة متراكبة ومعقدة أزمة كبيرة وهي أزمة تحتاج إلى استجابات قوية واستجابات أمنية على مستوى عالي فلقد حاولنا أن نتطور وأن نوسع وأن نعزز استجابتنا لهذه الأزمة المتصاعدة ولقد عندما نتكلم عن التطور أما الإرهاب أو مثلا التطرف العنيف في ساحل وفي مؤخرا في المزنبيق في جنوب القرى رأينا نرى أن هذا يدعو إلى حاجة ضرورية للتنسيق والتعاون بين الجهاد والمؤسسات والمنظمات المختلفة داخل القرى الإفريقية فما قمنا به على مستوى الاتحاد الأوروبي منذ 1922 هو أننا اتخذنا قرارات وخطوات أساسية وتبنينا بعض التصريحات وبعض المعاهدات الأساسية في إطار تعزيز هذا التنسيق بين الدول الأعضاء والمجتمع الدولي وأيضا مع بعض المؤسسات والمجتمع الدولي المؤسسات الدولية إلى جانب ذلك قمنا بتعزيز هذا التناقص وبتحديد بعض الإطارات الأساسية الأساسية مع المؤسسات طبعا مع مركز إفريقيا لنا مركز مركز يهتم بموضوع الإرهاب طبعا كان عززنا التنسيق مع خدمات الاستخباراتية خصو بالذكرى الشرطة وبعض المؤسسات الاستخباراتية المهمة كانت هناك مسارات مع جيبوتي ونواكشوت على مستوى الساحل في بعض الدول وفي بعض المناطق الشرقية وقمنا بمسام ومجموعة جي خمسة وتنسيقات على هذا المساوى وأعرف أنكم على ذراية بكل هذه المعاهدات والتصريحات ولكن طرنت أنه من الضروري أن أتوقف لحظة لكي أوضح ذلك وأذكركم بهذا الإطار فهناك تحديات وهناك أساسية هناك بعض الإطارات المؤسستية التي علجناها فكان من المهم أن نتوقف على المستوى السياسي والمالي ولكي ننظر إلى هذه الأزمات وتحديات التي يطرحها المشهد الأمني الموضوع الثاني هو الموضوع المتعلق بالتغيير المناخي فهذا مرتبط بالأمن طبعاً وأيضاً مستوى الأمن مستوى الفقر الذي ذكرتموه من قبل ذلك لقد هذا يؤثر على المشهد الأمني فالتغيير المناخي طبعاً أثر على الساحة الجماعية والسياسية الاقتصادية وهناك أثر أيضاً على بعض الفئات الهشة خاصة النساء والشباب خاصة هؤلاء الفئات التي تحتاج إلى أمن غذائي إلى مساند على هذا المستوى وإلى معاونة في هذا المجال فنرى أن التغيير المناخي ومستوى الفقر مرتبطين فنرى أنه في شرق نيجيريا هناك وعلى مستوى الساحل بالإضافة إلى الأزمة الحالية نرى أن الحالة ساءت بسبب التحديد التغيير المناخي وكيف ذلك خلق كيف هذا التغيير المناخي خلق وكيف تميه بتحديد على مستويات متعدد الأوجه تهديد متعدد الأوجه ففي حقيقة الأمر المسألة ساءت والأمور ساءت وهناك أيضاً بعض الإنتاجات عمى مستوى الزراعة الانتاجات الزراعية التي تقلصت وأيضاً الصحة المستوى الصحة والتعليم وكل هذه القطاعات تأثرت من المستوى من التغيير المناخي هناك أيضاً الجائحة الجائحة التي نعيشها اليوم وهذه الأزمة لقد ذكرنا بعض الأمور المتعلقة بها فهي ما زالت أزمة على مستوى القارة وأظن أن حالة الكوفيد 19 أثبتت أننا كلنا معرضين وأنها تؤثر علينا كلنا معرضين إلى الهشاشة وأن هذه الأزمة أثبتت أيضاً عبر الوقت أنها زودت فرص فرص مهمة من أجل أن نفكر بطريقة مغايرة وأن ننظر إلى بعض الإطارات والسياسات السياسية والاقتصادية بطريقة مختلفة من أجل أن نحصن وضعنا آخر نقطة كنت أود أن أتوقف عندها وأركز عليها هي النقطة المتعلقة بقضية الفقر الفقر هي أزمة الفقر هو أزمة فنحن طبعاً نعاني في كثير من المناطق نعاني من مستوى مستوى فقر ومن تقلص اقتصادي ولقد أدركنا خلال هذه الأزمة أن التطور الذي قمنا به بخصوص الدفاع ولمواجهة هذه الأزمة أصبح أصعب وأصعب وأصبح لأننا أدركنا أنه هناك أيضاً عدم مساواة وعدم إنصاف على مستوى كثير من الطبقات المجتمعية وفي على مستوى كثير من البلدان ولكن كما قلت أيضاً الجائحة عرضتنا إلى أو أثبتت أننا كلنا معرضين إلى الهشاشة خاصة عندما نتكلم عن الفقر وعن عدم الإنصاف المساواة المتواجدة بين طبقات وفئات المجتمع فهناك هشاشة خاصة داخل البلد ولم نتصور أن هذا قد كان سوف يحصل في يوم من الأيام بالنسبة لي أيها السادة والسادة أيها سيدات والسادة فهذا قد يكون أيضاً يجب أن ننظر إليه كفرصة من أجل أن نحسن وضعنا وأن نسير إلى الأمام إذا أدوجنا طبعاً المجتمعات وعلى مستوى القارة، تغيير المناخ، الإرهاب، الهجمات الإرهابية وكل التحديات الاقتصادية فنحن ما نرى أن هناك نظام مهم الذي يمكن أن نبني عليه خطتنا المستقبلية إنه بمسار نظام إيكولوجي الذي يمكن أن يكون كفرصة يجب أن ننظر إليها فهناك إحباطات وهناك طبعاً فرص إلى جانب آخر أظن أن هنا يمكن عبر كل هذا الإطار أن نخلق فرص فرص اقتصادية أهمة وناجحة للكل شكراً جزيلاً أي سعادة السفيرة فاطمة كياري محمد لقد صورت الأمور بطريقة ناجحة وبسيطة شكراً جزيلاً لمدخلتك الوجيهة أظن أن هناك تحديات كما قلت لتكلمتي عن تطرف العنيف لتكلمتي عن الإرهاب وتحدثي بطريقة واقعية عن تحديات موجودة مثل الأمن الغدائي أو الجائحة وعبر القارة وعبر مناطق أخرى لقد كانت مدخلتك وجيهة شكراً جزيلاً الأمور المتعلقة بالأمن الغدائي هي أمور خاصة فلقد صورت السياق بطريقة واضحة وتحدثي سيدتي عن فئات المجتمع التي تعاني وتمعرض للهشاشة وتعاني من أزمات أو إنعكاسات هذه الجائحة كل هذه الأمور وكل هذه القضايا يجب أن تثير انتباه القادة وأعطت للقادة فرص للتفكير وخلق التحفيز وخلق فرص بالنسبة للقادة للنظر إلى فرص مستقبلية سيد سعادة أستفيرة هل يمكنك لدقيقة أو دقيقتين عن ملاحظاتك بخصوص مثلاً بعد مشاركات دروس للإستجابة لتحديات الأمنية الغير المتوقعة ما هي القيادة المتواجدة داخل القارة على جميع المستويات وهل يمكنك أن تتحدثي عن بعض المبادرات على مستوى القارة التي تصدت بعض التحديات أو الأمنية المتواجدة فهناك أيضاً مبادرات من طرف طبعاً الاتحاد الأوروبي وغير ذلك ما هي في رأيك الحركات الجماعية الناجعة التي يمكن أن تقف أمام هذه التحديات وهل يمكن ما هي دراسات ما هي التحديات والفرص التي يمكن أن تقدمها القيادة التكيفية لمواجهة التحديات الأمنية الغير معروفة غير متوقعة على نحو استباقي على مستوى القارة وغيرها شكراً جزيلاً السيدة كيت لهذا السؤال اسمحي لي أن أبدأ بالقول أنني سمعت كلمة مساعدات كثير من المرات أنا أقدر استعمال هذه الكلمة الشراكات أقدر استعمالك لكلمة أو لمصطلح شراكات لأن هذا أساسي لمواجهة لمواجهة التهديدات مثل التهديدات التي ذكرتها للتو طبعاً الهجمات الإرهابية الصدمات الاقتصادية عمال الشغب الاحتجاجات الشعبية الأوبئة العالمية وغير ذلك فهذا يدعو إلى مشاركة وإلى تنسيق وأيضاً يدعو إلى فرص 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 المعاونة والتنسيق ليس فقط على المستوى الثنائي وأيضاً على المستوى المناطقي وعلى مستوى المؤسساتي فيمكننا دائماً أن نبني على نقاط قوتنا وعلى خبراتنا خاصة عندما نعالج المعارف والخبرات على مستوى الجامعي وأيضاً هذا يمكن وأيضاً يجب أن نبني على بعض الشراكات وعلى الشبكات الحالية التي هي موجودة على أرض الواقع وأن نتعلم منها ونستفيد منها ونستفيد من بعضنا البعض العلاقات ليست فقط معتمدة على الجهات المانحة أو على الجهات المانحة كما قلت فليست فقط المسألة المتعلقة بالمساعدات المالية لدعم 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 المنصات أو لدعم المنجزات التي هي موجودة على مستوى المناطق أو المحلي فكل الكل يعتمد على السياق كل بلد بعينه فيجب أن تكون هناك جهود محلية ووطنية من أجل مجابهة ومواجهة التطرف العنيف والإرهابية في بعض الأحيان أن الدول لا تتوفر على التكنولوجيا المناسبة من أجل تصدي هذه الأزمات ومن أجل الدفاع على نفسها وعلى مجتمعاتها وفئاتها فلأن الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية تتوفر على التكنولوجيا عالية المستوى فنرى أنه دائما يجب أن تكون هناك حاجة وتأكد من وجود تكنولوجيا وأن هناك معاونة وتعاون وتنسيق وشراكات ناجعة من أجل تقديم السنة لهذه البلدان أركز على أكثر على الشراكة التي لدينا مع الأمم المتحدة بالذات خاصة في ناحية التعاون الفترة الأخيرة التي بنينا عليها في تعاون في منطقتنا وأقليمنا والبعض من الشراكات الدولية الأخرى فمن ناحية المعلومات في 2017 الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وقعوا على ما نسميها إطار عمل للشراكات في القضايا الأمنية وأيضاً على أجندة مخطط 2030 و2040 التي كلها تنموية والغاية منها هي جعل كل جهودنا مؤسساتية لما بين المنظمات كلها والآليتين أو الإطارين القانونيين هي قاعدة ساعدتنا على أن نقوي من تعاوننا وتوائمنا حيث اليوم الكثير من الاستشارة والتنسيق ما بين ما بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ولجاننا الأفريقية الاقتصادية التنموية الأقليمية أصبحت شيء عادي بدلاً أن تكون شيء استثنائي مقارنة بالماضي فالستراتيجيات والمخططات الحالية التي لدينا أصبحت أكثر وأقوى ويمكن أن أقول من خبرتي أنني رأيت تزايد في التقدم الأحسن وكيف ننسق جهودنا بشكل أحسن وهذا ساعدتنا على أن نتقدم من النظام الغير من النظام الماضي إلى شيء منظم مهيكل حالياً حتى يمكن إلى درجة التنبؤ بما سيحصل يعني طبعاً في القضايا الأمنية والغير أمنية ليست هناك يعني تكهنة دقيقة فهناك دائماً مفاجآت لكن عندما يتي إلى موضوع الاستشارة والمراجعة والشورى فلديك هيكلية أحسن حالياً وهذه الأطر العملية تساعدنا على كيفية علاج الأشياء بشكل أحسن في القضايا الأمنية الموجودة في القارة بالطبع بالطبع كلها مبنية على أسس تعاونية وتكافؤية وساعدتنا على أن نركز أكثر بشكل هيكلي أكثر على إحراز الكثير من الأهداف التي نضعها أمام أنفسنا بالذات في موضوع التنمية من جانب لكن بالأضافة إلى إسكاة فوهات البنادق وتقليل العنف والتركيز أكثر على تطوير وتنمية القارة فحاولنا أن نضع الأولويات في تعميق هذه التعاون وتعميق الشراكات والآليات مع الأطراف المختلفة في المنطقة أقليمياً لأنه لدينا يعني فائدة استفادة تنافسية جيدة ويجب على العالم كلها أن تفهم بأنه على المستوى القاري والأقليمي كل أجزاء القارة مهمة كي نكون قادرين أكثر على حل الكثير من الأسس والقضايا الأمنية والسلام والمسببات والمسببات الأساسية أصلاً عندما يأتي إلى بعض فحو ومضامين المشاكل المعينة أعتقد النظمات الأقليمية هي تكون أحسن وأنسب كونها أقرب إلى الواقع والمشكلة وتفهم تفاصيلها والذيهم القدرة الأحسن على القيام بأدوارهم الذين بقوا عليه واتفقوا عليها مع هيئات أكبر وأن هناك متابعة أحسن فيما تعلق بالبرامج وتطبيقات الميدانية وأن يكون في استمرارية وعلينا أن نكون قادرين على أن مستمرين في تجميع جهودنا فيما يتبع إلى مسألة التعاون ما بين مؤسساتنا وذكرت خصائص القيادية من ضمن ما قلتها فنشكرك على هذه الملاحظات على تحسين الشراكات وأن لا يكون فيه فقط أتر وعمل فهي ما تقولينه تعطي الإطار للتنظيم الدائم والأفعال والمبادرات الأحسن وأن تكون مستجيبا وأن تترقب الأحداث ومقارنتها مع السياسات وإستجابات كثيرة محتملاً ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة